2-2-0 3-2-1 6-2-4 8-2-6 ودي كده step number 3 يلاقيه column reduction طيب في ساعات تلاقيه كتب عكس الموطوع ده يعني يكتدوا بال column reduction الاول وبعد كده الرود reduction ومش تفرق الاثنين واحد سواء تعيد بالرود reduction او ال column reduction في الاخرى توصل ال final answer 1 ومش تفرق النابل لكن ال final answer هيكون واحد خلاص انا هنثبتها ان هي row reduction column reduction طيب وبعدين يا شباب هنعمل ايه هاخد طبعا table number 3 ده هنقله تاني سوري قبل ايه انقله step number 4 هفو بعمل ايه يا شباب الكلام هتحسوا صعب شوالك ان هو سهل اوي انا بحاول اعمل لكل الزيروس اللي عندي بعمل لكل الزيروس اللي عندي with the minimum number of lines يعني الكلام ده ابتدى ادور على اكبر row او column في زيروس ابتدى اشوف row row واشوف column column واشوف فين اكتر row او column في زيروس �ris 考ب ان يختدى two zero هنا عندي two zero هنا عندي one zero هنا عندي one zero بالنسبة للكن Look all columns هنا عندي two zero هنا عندي one zero هنا عندي one zero هنا عندي ايه اكبر row aufń qualcosa في zeroes هنا قلعهم اتنين كم الكلام ده موجود في row number one وموجود في column number one يباني عايز عامل cover ال row ده او column ده ب line هروح جاي عامل كده يعني ايه الكلام ده انا روحت كده عامل cover ال zero ده و zero ده ب one line وده بنسميه minimum number of lines يعني ايه يعني ما جيش عامل cover ال zero ده ب line هل ده المينمام number of lines لا انا اقدر ايشيل ال two zeros ده ب one line فاشلتهم بي انا بعمل cover بال zero ده ب horizontal line ب vertical line ما حدش بايجي يعمللي دهاج انا قللي كده كده مثلا او كده لا انا بعملو horizontal line بعملو vertical line طيب فين تاني اكتر روح او column في zeros او هنلاقي ان column A هو ده اللي بعد كده في zeros اكتر ال column في zeros او ب two zeros فهروح من غير عاملت كده المرة دي هكاثرهم هما الاثنين ب one line بس المرة دي vertical line يبقى انا عملت covering two zeros دول ب one line وبعد كده ده two zeros دول ب one line طب قلت ينفع تدي بدا الاول؟ ايه ينفع مدام هما الاثنين متساوين وما فيش حد فيهم اكتر من الثاني بس مثلا لا تسيق ان دي كان كمان zero يبقى ده لازم تدي بيه الاول ان ده اكتر روح او column في zeros اذا كان فيه ثلاثة فكدت اشيره الاول لك مدام هما الاثنين متساويين كده تدي بأي واحد فيهم الاول فانا عملت ده وبعد كده ده طيب فيه zero تاني لسه عملت لاش covering اه لسه الزيرو ده الزيرو ده بقى لو واحده صح؟ مش موجود معا حاجه تانية فممكن اعمل الزيرو ده cover horizontal line او vertical line مش هتفرق الاثنين واحد بالنسبالي فانا هعملو مثلا horizontal line واحد تاني كان عايز عامله كده كان يغطي كده ما عنديش مشكلة خالص مش هيأثر خالص طيب هنا عندي كم line يا شباب نيجي نعدي كده كم line طلعته ادي one two three يبان انا عندي three lines وهاندي كم worker او sorry employees او jobs احندي اربعة يبان انا عندي three lines باس انا عندي four workers او four jobs هلو ما ايقل لبعت number of lines هل هي equal number of jobs لا not equal يباني problem دي not optimal انا حاليا عايز اتشك for the optimality هل ال table اللي انا طلعته ده بعد ما عملت ال row reduction ال column reduction هل ده optimal table ولا لسه فيه table تاني يحتاج اعدلوه بعرف منين بطلع شوف number of lines الخطوط اللي انا طلعتها دي هل هو number of lines equal to number of jobs او workers طبعا هما دول مفودي بيقل دول اي واحدة منهم هل ال number of lines equal to number of jobs انا عندي three lines ادي one two three وعندي كام job one two three four three not equal to four يبقى ال table ده not optimal يبقى optimal امتى يا شباب لو number of lines اللي انا طلعتها equal to number of jobs طب هو ينفع لل number of lines يبقى اكبر من ال jobs؟ لا مستحيل ال number of lines يبقى اقل يبقى اقل يبقى equal عمره ما يبقى اكبر طب عشان ال number of lines not equal to number of jobs فال table ده not optimal طيب if not optimal بعمل اي بقى يا شباب بعمل step كمان هزاوي step زيادة كمان ببتدي ادور هنا في ال table اللي عندي ده على أصغر number uncovered يعني ايه الكلام ده يعني ايه uncovered يعني مش مشطوب عليه فين اصغر number مش مشطوب عليه هنا يا شباب اللي ان اصغر number مش مشطوب عليه هو ال one شايفين او انا طبعا نقلت الكلام ده في صفحة جديدة مش اكتر يعني هدور على اصغر number uncovered اللي هو مين يا شباب اللي هو ال one ده حامل يبقى بالكلام ده ركز معنا في الحتة اللي جاي دي عشان يعني محتاجة تركيز تبقى فاهم ايه اللي بيخصر اي number uncovered يعني اي رقم مش مش مشطوب عليه هنقص منه ال value اللي انا لسه مطلق عليه اللي هي ال one اي number covered once مش طوب عليه مرة واحدة زي دول كده شايف دول مش طوب عليهم مرة ودول مش طوب عليهم مرة وده مش طوب عليهم مرة مالهم باعوا ال numbers دي هسيبهم زي ما هو كبت از تز يعني اي number uncovered هنقص منه ال value اللي انا اخترتاه جوال سيرك ال layer one طيب واي number covered once مش طوب عليهم مرة واحدة بس دول هعمل فيهم ايه هنزلهم زي ما هم في التابل الجديد ايه هاني ال group number three بقى احنا استعمل ثلية groups اللي هما ال uncovered والcovered once والcovered twice مين هما بقى ال covered twice تشايفي ال 90 ال 90 covered twice وال40 covered twice ما لهم بقى رقمين دول دول بقى هزود عليهم ال value اللي جوال السيرك اللي هي smallest value يبقى ثاني اول حاجة هختار smallest uncovered number اصغر number مش مشطوب عليه اصغر number عندي هنا طلع ال one جميل و بعدين هقسم بقى ال table ده في ال new table ل three groups group number one اللي مش مشطوب عليهم دول هنقص منهم منهم ال value بتاعت ال smallest number يعني دول كده و دول خناص منهم one طيب group number two اللي هما covered once اللي هما مشطوب عليهم مرة واحدة دول لما مشطوب عليهم مرة واحدة يبقى دول هيا عمل فيهم ايه هنزلهم زي مهم keep it as it is طيب ال group الثالث اللي هما مين اللي هما covered twice اللي هما بقى عندهم intersection كده سايف دول كده covered twice واشتوب عليهم كده مرة و دي مرة تانية دول بقى هعمل فيهم ايه دول هزود عليهم ال value اللي جول circle اللي هزود عليهم one طيب نمشي واحدة واحدة ال nine دي طبعا نعمل table جديد اسميه table four ال nine دي covered twice فنعمل ايه عليها يا شباب هزود عليها smalls value اللي يمين ال one فبقت كام بقت تاني ال� zero ده covered once المشطوب عليه مرة واحدة بينزل زي ما هو الثري دي covered once بقى تانزل زي ما هي الزيرو covered once هينزل زي ما هو الزيرو ده كمان covered once فهينزل زي ما هو الثاندي uncovered دي مرش مشطوب عليها خالص يبقى هعمل فيها ايه هنقص منها ال value اللي جول circle اللي يمين one يبقى بقى nine الفورج uncovered يبقى هنقص منها one بقى three ال one uncovered هنقص من one بقى zero الفور دي covered twice هنقص منها one the uncovered once هتنزل زي ما هي zero covered once هنزل زي ما هو الفور covered once هنزل زي ما هو zero covered once هنزل زي ما هو هنزل زي ما هو two uncovered هنقص منها one three و five جميل وبعدين يا شباب هنرجع تاني لل step بتاعة optimality test هل ال table ده optimal ولا not optimal يعني ايه يعني عايزة تشك هل number of lines equal number of jobs ولا لا يعني عايزة عامل covering لكل الزيروس اللي عندي يبقى انا هعملي دلوقتي هدور على اكبر row او اكتر row او column في zeros برج من قرالي هنا عندي وَنزلز هنا عندي ونزلز هنا عندي ونزلز في الكالم اذا اين عندي ونزلز ونزلز هنا عندي ونزلز يبقى برضو اكتر رو او column في zeros همه اتنين two zeros لدي برو نمبر اون رو نمبر تو يا كلام نمبر اي يا كلام نمبر دي اي واحد فيه و مش نفرم عندي خالص انا هاختار مثلا row number 1 طيب ايه يعني هي هاختار ايه هي هاختار وقتها 2 هنا فيه عندي 2 zeros و هنا عندي 2 zeros تاني يا شباب ما ينفعش ايجا اخد الزيرو ده في column لوحده و الزيرو ده في column لوحده و الزيرو دول في column كده مش المنوم number of lines انا بدور على اقل number من الخطوط اقل عدد من الخطوط ايبا حاول اشوف اكتر رؤى column في زيروز و ايه